السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة أول سنوي شوية أسئلة سهلة كده نسخن بيها سمي الله صلى رسول الله ويلا بينا بيقول لحضرتك أي مما يلي ليس من الجزيئات البيولوجية العضوية حضرتك عارف أن الجزيئات البيولوجية العضوية كانت الكربوهايدرات كانت اللايبيدات كانت البروتينات كانت الأحماض النووي فبيقول لحضرتك هل هي الكربوهايدرات لا أحماض نووية برضو لا الميا يا مستر الميا جزيئات بيولوجية غير عضوي نرجع مع بعض تاني ان الجزيئات العضوية كمراجعة سريع عشان حضرتك تفتكر شرط احتواءها على الكربون والهايدروجين ادي حضرتك مثال زي غاز الميسان اللي كانت صغته CH4 ايه ده مصطر ده جمع بين الكربون جمع بين الهايدروجين اذا ده مادة عضوية بيولوجية لكن عند حضرتك المية كانت صغتها H2O لا يا مصطر ده فيها H بس ما فيهاش كربون اذا هي مادة بيولوجية غير عضوية زي من تاني عند حضرتك زي ثاني اكسيد الكربون CO2 ده ده فيه C بس شرط المادة العضوية ايه احتواءها على كربون هيدروجين لكن لو فيها هيدروجين بس غير عضوية كربون بس غير عضوية طيب تعال على السؤال التاني بيقول لحضرتك الصيغة العامة CH2O لكل N مصطر نغمتنا الحلوة سي زي الأو يبقى لو السي هنا بواحد الاتش باتنين الأو بواحد لكل N سي زي الأو الاتش ضعفهم ده صيغة مين جدع صيغة الكربو هيدرات السؤال اللي بعده السكر الذي يطلق عليه سكر الشعير اولا سكر الشعير سكر سنائي طيب يا مصطر واحدة واحدة ما تيجي تراجع معايا ايه هي السكريات السنائية اقول لحضرتك صلي عن نبي السكريات السنائية كانت واحدة من ثلاثة كنا بنميزها بكلمة لمس اه انت جاي تهزر معانا يا عم انا بحب الهزار المشكلة اول حاجة حرف اللام يبقى سكر اللاكتوز تاني حاجة حرف الميم يبقى مالتوز تالت حاجة حرف السين يبقى ساكروز ادي التلاثة سكريات السنائية عند حضرتك واحدة واحدة نعرف اسماء كل واحد فيهم اللاكتوز كان سكر اللبن طب المالتوز كان سكر الشعير طب الساكروز كان سكر الكسب طب يا مستر عرفنا اسم كل سكر فيهم بس ثواني عشان حضرتك بتتلغبط في الحتة دي سكر اللاكتوز سكر اللبن من اصل حيواني يعني سكر غير متجانس من اصل حيواني يبقى سكر اللاكتوز طب يا مستر غير متجانس ليه؟ عشان بيتكون من جولوكوز زائد جالكتوز غير متجانس يعني ايه؟ السكرين مش زي بعض طب يا مستر المالتوز لا ده سكر سنائي متجانس التركيب يعني السكرين بتوحهم زي بعض اتنين جزئ جولوكوز طب يا مستر سكر الساكروز ده سكر الكسب غير متجانس يعني ايه؟ يعني جولوكوز زائد فاركتوز ادي كمراجعة سريعة على السكريات السنائية فبيقول لحضرتك سكر الشعير ده سكر المالتوز يا مستر يبقى اول اختيار عندك هو المالتوز نقطة اللي بعد كده عند حضرتك صلي عن نبي بيقول لحضرتك ايه؟ كل السكريات التالية تزوب في الماء ما عدا حضرتك عارف ان السكريات الاحادية تزوب في الماء مستر معنى كده ان السنائية لا تزوب لا بتدوب بس بحصل منها على محلول ما هو كان عند حضرتك حاجة اسمها السكريات الاحادية عند حضرتك كانت بتتميز بتلت صفات تزوب في الماء صح لها طعم حلو صح تركبها صغير فكان الرجل بقول لك ايه؟ لها وزن جزئي منخفض دي اللي كانت بتميز السكريات الاحادية عند حضرتك طب يا مستر السكريات السنائية دي مغضوب عليها يعني يا مستر لا برضو بتدف الماء لها طعم حلو لها وزن جزئي منخفض عشان هم الاتنين كانوا بيتبعوا حاجة واحدة اسمها السكريات البسيطة ما كان عندك السكريات اما بسيطة اما معقدة البسيطة كانت نوعين احادية وسنائية فبيقول لحضرتك كل السكريات التالية تزوب في الماء عدا السكروز يدوب في الماء الجلوكوز يدوب في الماء الفاركتوز يدوب لكن الجليكوجين لا يزوب في الماء طب في حاجة ممكن يشل الجليكوجين ويحطها لي ياخد بدل الحاجة حاجتين ايه ده يا مستر؟ يعني ممكن يشل الجليكوجين ويحط لي حاجتين يحط اللي النشا بحكم انه هو سكر معقد لا يزوب في الماء النبات بيخزنه في صورة طاقة طيب ممكن يشيلهولي ويحط اللي حاجة اسمها السيلولوز واللي كان بيدخل في تركيب الجدار الخلوي يبقى نشا السيلولوز جليكوجين تحت مسمى كلمة نسج نون يعني نشا سين سيلولوز جيم جليكوجين ثلاث سكريات ما يحبوش المية ولا المية تحبوه السؤال اللي بعده بيقولك عندما يتحت جزيئان من الجلوكوز جزيئان مسترنة يعني لما يتحت جلوكوز زائد جلوكوز ينتج ايه يا صديقي ينتج حاجة اسمها الملتوز طب الملتوز ده سكر ايه ده هو عايز اسمها على طول مش عايز اسم السكر ينتج لكتوز لا اللكتوز جلوكوز وفاركتوز عفوا جالكتوز ينتج حاجة اسمها الملتوز اكيد مش هينتج رايبوز ولا هينتج سكروز السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك اي من الجزيئات التالية تتكون من جلسرول واحمده هناك الاول بس سريعا كده الجلسرول نوع من انواع الكحولات عند حضرتك اهو في ثلاثة او ايج ادي او ايج او ايج او ايج او ايج او ايج طيب حمض دهني مصر والنبي معلش ذكرني بالحمض الدهني كان ايه تركيبه كان عند حضرتك في زرات الكربون والهايدروجين والاكسوجين بالاضافة لحاجة اسمها فاتي اسد يعني حمض دهني فكان تركيبه عند حضرتك سي سي وسي اتش و اتش و او و او و او هنا اتشاية وهنا اتشاية وهنا اتشاية مع كل او حطي اللي فاتي اسد فاتي اسد فاتي اسد يعني فيه تلاتة حمض دهني وفيه برضو تلاتة جدع فيه تلاتة هيدروكسايل يعني جلسرول واحمض دهنية ده كان تركيب السكريات غلط ده كان تركيب النشة طب ما النشة من الكاربوهايدرات برضو غلط ده كان تركيب عند حضرتك الليبيدات طبعا ما ينفعش تركيب الاحماض النووي لان الاحماض النووية نيوكليوتيدات احنا بنحل كل سؤال تفصيليا وبراجع منه على القديم فحضرتك وراء او قلم اهوتك ومركز معايا الله يبارك لك نقطة اللي بعديها المواد التي تتكون من تفاعل احماض دهنية مشبعة مع الجليسرول مستر بعد اذن حضرتك راجع معايا الاحماض الدهنية سريعا يعني راجع معايا الليبيدات البسيطة الليبيدات بسيطة كانت حاجة من ثلاثة يا اما الزيود يا اما الدهون يا اما الشموع طب الزيود احماض دهنية بس سواني مشبعة بالكربون حلو بس نقصة في الهايدروجين فاصبحت ان هي اسمها احماض دهنية غير مشبعة طبعا زي الجليسرول طب زي ايه ديني مثال على الزيود الزيود اللي بتغطي ريش الطيور المائية عشان الطيور المائية وهي بتعوم المية ما تنفذش جواها فجسمها يتقل فتغرق فتعوك حركتها طيب الدهون كانت احماض دهنية دي بص 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 مكتملة من الكربون اصحى معايا ده انت بتكلم دهون مكتملة بالهايدروجين يبان احماض دهنية جدع مشبعة طب يديني مثال عليها الدهون اللي كانت بتغطي او موجودة تحت جلد الحيوانات الكطبية زي الضب الكطبي عشان تحافظ على درجة حرارة جسمه في المناطق شديدة البرودة طب تعالي على الشموع وقلت لحضرتك قبل كده ممكن الرجل يحط لك كلمة بتسويها اسمها الكيوتين طلبت ناكيبولوجي مركزة طب عن ده حضرتك ممكن يشيلها لك ويحط لك حاجة اسمها طبقة الكيوتكل واخدها يا ابني مني معلومة لو الشموع دي اصلا بتغطي اوراق النباتات عشان تحافظ على ان النبات ما يفقدش المية بتاعته اسناء عملية النتح انا مش عايز عامية النتح تحصل فبغطي النبات بطبقة شمعية صح بطبقة كيوتينية صح بطبقة كيوتكلية طب يا مستر لو حصل مثلا والنبات فقد المية من خلال طبقة الشموع بقى اسمه النتح على نفس الاسم اسمه النتح الشمعي طب لو فقد المية عن طريق الكيوتين ما هي نفس الطبقة بقى اسمه النتح الكيوتيني طب يا مستر لو فقد المية عن طريق الكيوتكل ما هي نفس الطبقة بقى اسمه النتح الكيو تيكلي وأكد المعلومة دي عند حضرتك الله يبارك لك وكتبها عندك طيب يا مصر السؤال بيقول لحضرتك إيه المواد التي تتكون من تفاعل أحماض دهنية مشبعة مع الجليسرول أكيد الزيوت غير مشبعة يبهي عند حضرتك الدهون السؤال اللي بعد كده عند حضرتك بيقول لك كل مما يلي من الليبيدات ما عدا بص يا صديقي الشموع الليبيدات بسيطة فهي من الليبيدات صح الكوليسترول الليبيدات مشتقة فهي من الليبيدات معلش بس يا مصر أنا نسيت جوزئية ممكن تراجحها معايا سريعا يا بابا عنايا ليك هي أنواع الليبيدات إيه عند حضرتك ثلاثة أنواع الليبيدات بسيطة ودي تكلمنا عنها فوق وقلنا واحدة أو شاملة ثلاث حاجات زيوت دهون شموع يا إما الليبيدات معقدة حاجة تركيبها كومبليكس معقد زي عند حضرتك حاجة اسمها الفوسفو ليبيدات يا إما حاجة اسمها الليبيدات المشتقة ودي كانت واحدة من حاجتين يا إما حاجة اسمها الكوليسترول يا إما حاجة اسمها الاستيرويدات والاستيرويدات دي هرمونات دهنية فيجي يقول لحضرتك مواد دهنية تنظم جسمك أو مواد تنظيمية فهي اسمها الاستيرويدات فبيقول لحضرتك إيه كل مما يلي من الليبيدات عادة شموع صح كوليسترول صح استيرويدات اللي لسه بقولك عليها الليبيدات مشتقة معايا لكن حاجة اسمها الألياف والألياف اسمها الألياف السيلولوزية دي كاربوهايدرات ليست ليبيدات السؤال بعدك يقول لحضرتك إيه أي مما يلي ينتج من تفاعل أحماض دهنية ما قالش بقى لا مشبعة ولا غير مشبعة ولا أحادية الهايدروكسيل وزنها الجزئ مرتفع زي الشموع درمهلك وفتحهلك على الآخر مع الكحولات اللي هو مع الجلسرول يعني سواء جلسرول أو كحول لأحادي الهايدروكسيل زي الشموع ما فيش غيرها الليبيدات البسيطة لكن معقدة لأ ومشتقة ما تنفعش والهيرمونات أو الاستيرويدات ما تنفعنيش صلت على النبي هو عتسرح من نزعل منك أي مما يلي ليس مونيمر يعني حضرتك عاوز حاجة اسمها البوليمر ممكن بعد إذنك يا مسترنا تراجع معايا يعني ايه مونيمر ويعني ايه بوليمر كلمة مونيمر حاجة اسمها البوليمر يعني مونيمر 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 يكون حاجة اسمها البوليمر جزيئات كبيرة الحجم طب من اللي وصل بينهم يعني من اللي خلى المونيمر يكون حاجة اسمها بوليمر عملية تسمى عملية البلمرة أو عملية البناء فاسمها البلمرة بتساوي حاجة اسمها البناء أو ما يطلق عليها عملية اسمها البوليمريزيشن عملية البلمرة طب بيقول لحضرتك ايه ليس مونيمر الجلوكوز مونيمر الحمض الأميني كان مونيمر البروتين فما تنفعنيش النيوكليوتي ده مونيمر الحمض النووي أو ما يطلق عليه ده ما تنفعش طبعا أو ما يطلق عليه حاجة اسمها نيوكليك أسد حمض نووي طيب البروتين ده مستر ايوة ده البوليمر بتاعي النقطة اللي بعد كده عند حضرتك وحدة بناء البروتين هي الأحماض الدهنية مونيمر أو اللايبي دات الأحماض الأمينية هي مونيمر البروتين ماليش علاقة بحمض نووي ماليش علاقة بجلوكوز ايه العبارة التالية صواب حضرتك واعت فيها ركز فيها تاني الله يبرك لك يتكون السكر البسيط أنا بقرارها تاني حالتها قبل كده من سكريات عديدة مسترنا السكريات العديدة يتكون السكر البسيط من عديد سوان يا مستر العديد هو اللي بيتكون من بسيط فأول عبارة غلط يتكون البروتين من أحماض أمينية فتبقى دي العبارة الصح عند حضرتك ده الاختيار الصح لكن جلسرول من أحماض دهنية ما تنفعش والنيوكليوتيدات بتتكون من أحماض نووي لا ده العكس يا مستر السؤال اللي بعده السكر اللي يدخل في تركيب ما ترجع معايا كده تاني يا مستر ايه الار ان اي ده ده حمض نووي هو والدي ان اي كانت صغته سي خمسة اتش عشرة او خمسة لكن الدي ان اي اسمه دي اوكسي ريبوز صغته كانت سي خمسة اتش عشرة او خمسة او عفوا او اربعة ده كان منقوس الاكسوجين واقع منه اكسوجيناية فبيقول لحضرتك السكر اللي كان بيدخل في تركيب الار ان اي سكر الجالكتوز هو سكر الريبوز بص حرف الره مع الار يبقى ريبوز ار ان اي ما طبعا ما ينفعنيش ملتوز ولا ينفعني فاركتوز انا برجع على كل الاختيارات عشان اشوف هل في سؤال يحتمل اختيارين ولا لا اي مما يلي ليس من وظائف البروتينات بص يا صاحبي اكتب كده على البروتين افضل المواد العضوية البروتين افضل المواد العضوية فبيقول لحضرتك ايه اي مما يلي ليس من وظائف البروتين يعني عايز العبارة الغلط سيبك من الف دلوقتي مكومة الامراض مستر مكومة الامراض دي صح لان البروتين بيساعد على التقام الجرح لو حضرتك مثلا عندك جرح في جسمك والجرح ده محتاج انه هو يلتأم حضرتك محتاج تاكل مواد بروتينية يعني كده البروتين حافظ على التقام الجرح يعني حافظ على الجرح من غزو البكتيريا او الميكروبات فرقم جيم معايا طب تعالى على به التحكم في معدل التفاعل مش عارف بس هي صح مش رحلك ازاي يعني مش عارف ركز معايا هي مش انت درست حاجة اسمها الانزيم والانزيم مواد بروتينية يعني الانزيم بروتين ومش الانزيم كان بيعمل حاجتين يزود ويقلل كان بيزود سرعة التفاعل الكيميائي وبيقلل حاجة اسمها طاقة التنشيط فبيقول لحضرتك ايه التحكم في معدل التفاعل صح عشان في انزيمات طب حركة المواد داخل وخارج الخلايا هتدرس قدام في تركيب الخلية حاجة اسمها الغشاء الخلوي بص كده عند حضرتك حاجة اسمها الغشاء الخلوي او الغشاء البلازمي الغشاء ده في تركيب اسمه البروتين بالله عليك ده مش رات انكتم اكتب المعلومة دي عندك عشان لما ادخل في تركيب الخلية هسأل فيها فاشوف حضرتك كنت مركز هنا ولا لا فبقول لحضرتك ايه عندك حاجة اسمها البروتين المطمور البروتين المطمور ده هو اللي بيقفل المادة انت رايحة فين انت جاية منين انت تنفعي تدخلي انت ماينفعش تدخلي اه اه معلش انا فهمتك يا مستر ده كده اتحكم في حركة المواد داخل وخارج الخلايا فتبقى دي معاية انا شرحت لك كل اختيار بالتفصيل لكن حفظه ونقل المعلومات الوراثية ده دي وظيفة الحمض النووي مش وظيفة البروتين يا مستر جزئات كبيرة جزئات كبيرة تحتوي على الهايدروجين باشا تحتوي على الاكسوجين باشا تحتوي على النيتروجين باشا تحتوي على الكربون والفوسفور باقول لك يا مستر يعني فيها كربون وهيدروجين واكسوجين ونيتروجين وفوسفور فيها يلا خمس زرات في عين العدو ده مين ده يا مستر فانا اقول لحضرتك البروتين عشان البروتين كان فيه سكر اسم عفوا كان فيه بروتين اسمه بروتين الكازين ده كان فيه عنصر الفوسفور فحضرتك تختارها لي فاقول لك ان انت غلط انا عايز الجزء الكبير مش عايز اخش في تفاصيل جوه انا عايز البوليمر من برا حضرتك تقول لي يا مستر تنفع الليبيدات اقول لك ليه تقول لي بص يا مسترنا انا هشغل دماغي اقول لك جدع ابهرني يلا فتقول لي ايه انت عندك حاجة اسمها الفوسفوليبيدات والفوسفوليبيدات كان فيها كربون وهيدروجين واكسوجين ونيتروجين وفوسفور اقول لك جدع انت ممتاز ما اسمعش صوتك تاني انا لسه بقول عايز البوليمر الكبير مش عايز اخش جوه الانواع فواحد يقول لي لا اهوه اكيد مش هتنفع كربوهايدرات لان الكربوهايدرات فيها كربون بس وهيدروجين واكسوجين لا فيها نيتروجين ولا فوسفور فكده كده اصلا دي مستبعدة فانا عندي حل واحد هو الاحماض النووي هو حضرتك مش فاكر لما كنت بقول لك ان الاحماض النووية تتشابه الحمض النووي نكتبه هنا افضل الحمض النووي يتشابه مع حكتين مع الفوسفولايبيدات ومع الكازين في عدد الزرات وانواعها فكان يا مستر الافضل عندي هو البوليمر الكبير الجزئ الكبير هو الحمض النووي فده يبقى اختيار الصح تتكون الاحماض النووية من جلوكوز غلط من احماض ضهنية غلط من احماض امينية غلط من حاجة اسمها انيوكليوتي دات ده كان الافضل عند حضرتك صليت على النبي تعالى بعد كده يا صديق العزيز بيقول لحضرتك ايه في التفاعل الكيميائي ترتبط المادة المتفعلة وهنشرحها دلوقت تاني عشان خطر عيونك بالانزيم في منطقة تعرف باسم واحدة واحدة يا دكترتي يا حبيب قلبي نشوف ايه الكلام اللي بيتقال ده انت عند حضرتك لسه واخد ان الانزيم بيعمل حاجتين بيزود سرعة التفاعل الكيميائي بيخلي التفاعل بتاعك ما ياخدش وقت وبيقلل طاقة التنشيط يعني بيقلل من الطاقة اللي بتقعد مدة على ما التفاعل يتم طب يا مستر لو انا عندي انزيم زي ده فاقول لحضرتك ايه دخل المادة دي جواه فتقول لي ما تنفعش يا مستر دي غير مناسبة غير ملأمة فاقول لك طب خلاص دخل المادة دي جواه فتقول لي يا مستر ما تنفعش دي غير مناسبة او غير ملأمة فاقول لك طب خلاص دخل المادة دي جواه الجزء الفاضي ده فتقول لي تنفع يا مستر يبقى ده اسمه انزيم ودي اسمها مادة الهدف مش عجبان يا مستر او اسمها مادة التفاعل اللي الرجل ذكرها لك في السؤال بس يا مستر انت بتسأل على في التفاعل الكيميائي ترتبط المادة المتفاعلة بالانزيم ترتبط المادة المتفاعلة بالانزيم عن طريق مادة الهدف اقول لك غلط يا لأ غلط متشغلش في موقع تاني ملا تبقى يا مستر اسم الموقع النشط يعني ايه بردو شايف الحتة الفاضية دي لانا لو انتهي لك دي دي اسمها الموقع النشط اللي دخلت فيه مادة الهدف فهمت بقى لفة السؤال الرجل ما بسألش على انزيم ولا بيسأل على مادة الهدف او التفاعل الرجل بيسأل على المكان الفاضي اللي دخلت فيه مادة الهدف اسمه الموقع النشط السؤال اللي بعده لسا ايلين تتكون الانزيمات من مواد بروتينية يعمل الانزيم على سرعة التفاعل صح يقلل طاقة التنشيط صح يقلل استهلاك المزيد من الطاقة يعني يقلل الطاقة برضو صح فتبقى العبارة جميع ما سبق احنا كده خلصنا تقريبا ماشي يعتبر انزيم الاميليز او الاميليز على حسب نطق حضرتك واحدة واحدة يا مسترنا ايه هو انزيم الاميليز ده ما تجي تراجع معي الانزيمات الله يبارك لك واكتبها ورايا عشان ما تنسهاش لو انا عندي حاجة اسمها الاكتوز ولو عندي حاجة اسمها الساكروز ولو عندي حاجة اسمها الملتوز ولو عندي حاجة اسمها السيليلوز ولو عندي حاجة اسمها النشاء وعندي حاجة اسمها الجيلايكوجين تحطتهم جنب بعض ليه مستر عشان هما الاتنين بيتحللوا بنفس الانزيم نشا جيلايكوجين نفس الانزيم لو انت لقيت عند حضرتك حاجة اسمها القوز يعني لكتوز سكروز ملتوز سليلوز عيلة القوز فده يبقى اسمه سكر طب عايز يا مستر اوصل للانزيم انزيم اقصر الكلمة اقصر السكر ما هو بص الانزيم يقصر السكر يحلل السكر فبدل ما يبقى لكتوز جدع يبقى لكتز طب وبدل ما يبقى ساكروز يبقى ساكريز وبدل ما يبقى ملتوز يبقى ملتز وبدل ما يبقى سليلوز سليوليز طب النشا والجيلايكوجين هو الانزيم ده اسمه انزيم الامايليز طب وكان بيحلل النشا الى ملتوز خد المعادلة دي عند حضرتك وثبتها عندك لو انت عندك نشا النشا محتاجة مية تفككها ما تدوبهاش لان النشا لا تزوب في الماء الماء يتفككها ما تدوبهاش ساهم عليه انزيم اسمه انزيم الامايليز يحول النشا الملتوز بس ده تحليل ليس تحليلا كاملا امال التحليل الكامل ايه يا مستر المعادلة دي نقصة عايز احل الكمان الملتوز احط عليه انزيم اسمه انزيم الملتز عشان يديني مش كتيبها سكر الجولوكوز يبقى انت كده عملت تحليل كامل حولت النشا الى جولوكوز نشا زائد مية عشان تفكك النشا يديني ساهمه عليه انزيم الامايليز يديني ملتوز طب عايز احلل الملتوز يبقى ملتوز ساهمه عليه انزيم الملتز يديني جولوكوز انت عايز توصل لايه انت قلت دلوقتي يا مستر الانزيم يقصر الانزيم يحلل فيبقى الانزيمات مواد محللة كتاب اكتشف وجماله واسئلته في منها السهل ومنه المستويات انا شغال مع جلوتي تسخين لسه معلتش بالاسئلة ومصيري هعلى لسه الوقت معانا من العوامل التي تؤثر في عمل الانزيم مستر ما تجمعلي كده يا مستر ايه هي العوامل التي تؤثر على نشاط الانزيم عايز بس افضي مكان انت المفروض وقفت الفيديو وبتكتب الكلام ده وترجع تشتغل تاني اجمعلك الحاجات اللي بتأثر على الانزيم بيقول لحضرتك ايه يا دكتور الجميل الانزيم يتأثر بحاجة اسمها تي تيمبرتشر درجة الحرارة الانزيم يتأثر بحاجة اسمها البي اتش الاس الهيدروجيني الانزيم يتأثر بحاجة اسمها تركيز الانزيم تركيز الانزيم تركيز الانزيم لو زاد انزيم يبوز ولو قال يأثر على الانزيم يبقى كده الانزيم يتأثر بالتركيز الانزيم نفسه الانزيم بيتأثر ب تركيز مادة الهدف لو مادة الهدف مش مناسبة الانزيم ما يشتغلش بعد كده الانزيم بيتأثر بحاجة اسمها وجود المسبطات مستر يعني ايه مسبطات كلمة مسبط عكس محفز او منشط محفز يعني شغلك التفاعل طاق 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 لكن مسبط يوقف لك التفاعل خاص فاسمه مسبط يعني بتساوي وقف عمل بتوقف عمل الانزيم او بتوقف عمل التفاعل فمن العوامل اللي بتأثر على عمل الانزيم درجة الحرارة صح الاسل الهيدروجيني صح تركيز مادة الهدف صح فتبه العبارة جميع ما سبق قبل مختم بيقول لحضرتك بان الانزيمات لها تأثير عكسي واكد عليها الله يبارك لك بص احيه الانزيمات لها تأثير عكسي يعني ايه مستر لما تروح تنادي الانزيم عشان يخش معك تفاعل يقول لك ايه انا هخش التفاعل اسمع ليش عندي حاجة صغرانة خالص مادة الهدف بتاعتي هتتكسر مش انا هسد معاك واخلصك من التفاعل وانجزه لك مادة الهدف بتاعتي هتتكسر فاروح انا دي بعدي هيخش معايا تفاعل تاني فيقول لي ايه ثواني اصلح مادة الهدف بتاعتي وبعد كده اجي معاك انت حبيبي تونزي يلا مش انت اللي بواست مادة الهدف وانت بتشتغل التفاعل صح انت برضو اللي تصلح مادة الهدف بتاعتك يبقى بان الانزيمات لها تأثير عكسي وبكده يبقى انتهينا احنا محلناش بس طالب اللي قاعد لماح واللماح بيرتاح ان احنا حلنا وراجعنا